بمزيد من الحزن والوداع حضر الموسيقار صلاح الشرنوبي إلى عزاء الموسيقار الراحل الكبير حلمي بكر الذي أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية حيث قدم التعازي وأدى واجب العزاء معبراً حبه واحترامه للفقيد في تصريحاتي نعى الشرنوبي حلمي بكر بكلمات مؤثرة مشيراً إلى أن الفقيد كان له فضل كبير عليه وعلى مجتمع الفنانين وأشار إلى شخصية حلمي بكر بأنه كان جريئاً وصادقاً مظهراً بذلك العلاقة الوطيدة التي جمعتهما وفي تفاصيل تنبض بالحنين تحدث الشرنوبي عن آخر اللحظات قضاها مع الراحل في شقته بمنطقة هضبة الأهرام استرجع اللحظات الودية والمحادثات الطويلة التي جمعت بينهما مظهراً بذلك العمق الإنساني للعلاقة التي جمعتهما العزاء شهد حضوراً جماعياً كبيراً من قبل نجوم الفن والفنانات وأفراد الأسرة والأصدقاء الذين حرصوا على توديع الفقيد في مراسم الوداع الأخيرة قبل أن يتم دفنه في مرقده الأخير بمدافن العائلة تاركاً وراءه إرثاً فنياً هائلاً ألهم الموسيقار حلمي بكر العديد من الأجيال بأكثر من للفاً خمسمتيت لحن موسيقي وتعاون مع كبار المطربين في العالم العربي من بينهم وردة، نجا، ليلى مراد، مدحة صالح وغيرهم مما جعل اسمه لامعاً في سماء الفن العربي